بعد أن تعرفنا في الجزء الأول على أهمية اختيار المعالج المناسب لمحاكل RPCS3 وفاهمنا تصنيفات المحالجات وتأثيرها المباشر على تجربة الألعاب ننتقل الآن إلى مرحلة أعمق ففي هذا الجزء سنكشف أسرار تقنية متقدمة ومفاهيم دقيقة تؤثر بشكل كبير على الأداء الفعلي للمحاكي فسنتحدث كيف يؤثر تعليمات AVX2 و AVX512 على السرعة والكفاءة كم عدد الأنوية والمسارات التي تحتاجها فعلياً لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 3 بأعلى سلاسة ممكنة الأخطاء الشائعة عند اختيار معالج للمحاكي وكيف تتجنبها وسنقدم لك نصائح عملية لاختيار أفضل المعالجات الاقتصادية المناسبة لميزانيات المتوسطة إذا كان هدفك تحقيق الأداء الأمثل مع محاكي الـ RPCS3 أو تسعى لبناء جهاز حاسب أو كمبيوتر بمعايير مناسبة للمحاكة أو لمحاكات بلاي ستيشن 3 فهذا الجزء مخصص لك أي فوسة نكشف أهم العوامل التقنية التي قد تحسن تجربتك بشكل جذري ما هو تأثير دعم AVX2 والـ AVX512 على أداء المحاكي الـ AVX512 دعم هذه التقنية داخل المعالج يؤدي إلى تحسينات جوهرية في طريقة المعالجة أو معالجة تعليمات المحاكاة لكن قبل الدخول في التفاصيل عن AVX512 يجب أن نوضح أن محاكي الـ RPCS3 لا يشترط وجود AVX512 لتشغيل الألعاب المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه متطلبات رسمية للمحاكي هو دعم AVX2 وهذا متوفر في معظم معالجات انتل من الجيل الرابع فاعلة وجميع أجيال AMD Ryzen حتى Zen 3 إذا كان معالجك يدعم AVX2 فقط فهذا كافي لتشغيل معظم ألعاب PlayStation 3 بكفاءة بدون مشاكل جوهرية أما دعم AVX512 فهو ميزة متقدمة ومتوفرة في عدد محدود من المعالجات فقط وقد توفر تحسينا إضافيا للأداء في بعض الألعاب أو السيناريوهات المعقدة لكنها ليست شرطا أساسيا أو معيارا لجودة التجربة الآن نرجع إلى AVX512 يسمح بتسريع عملية محاكاة مسارات المعالجة الخاصة بوحدات الـ SPU Reds أو المسارات والتي تعد أساسا المعمارية المعقدة لجهاز PlayStation 3 يقلل من الحمل على النوار رئيسية الـ PVE وبالتالي يحسن من معدل الفريمات بشكل ملحوظ يساعد في تثبيت الأداء أثناء المشاهد الثقيلة التي تتطلب معالجة فيزيائية معقدة أو عمليات رسومية مكثفة فكم نسبة التحسين؟ اعتمادا على نوع اللعبة والمعالج المستخدم قد يؤدي دعم الـ FX512 إلى رفع الأداء بنسبة تراوح من 10% إلى 30% في بعض السيناريوهات الثقيلة لكن لا تنسى ليس جميع المعالجات تدعم الـ FX512 بشكل كامل المعالجات التي تدعم هذه التعليمات قادرة على تنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة أعلى مما قد يؤدي إلى رفع الأداء بنسبة ملحوظة حاليا الدعم موجود غالبا في معالجات انتل من سلسلة Core i9 وبعض المعالجات زيون الحديثة بالإضافة إلى معالجات اللابتوبات كذلك آيس ليك وتايقر ليك بشكل محدود ونادر أما إذا كنت تستخدم معالجات انتل الأحدث مثل الجيل 12، ألدر ليك أو الأجيال اللي بعدها 13 و 14 هنا لازم تعرف أن دعم FX512 تم إلغاؤه بشكل رسمي والسبب أن التصميم الجديد من انتل اللي جمع بين أنوية الأداء وأنوية الكفاءة والتي تسمى بي كورز وي كورز ومن خلال ميزة الـ FX512 الغير وتوافقة مع هذا النوع من المعالجات صار من غير الممكن تفعيله حتى لو حاولت خصوصا مع تحديثات البيوس الأخيرة الخلاصة هنا إذا كان هدفك تشغيل محاكل RPCS3 بأعلى جودة ممكنة أو بأعلى أداء ممكن حاولت تختار معالج في دعم فعلي وكامل لتعليمات FX512 خصوصا من فئة المعالجات الاحترافية أو من أجيال ما قبل الجيل 12 من انتل غير كذا لن تستفيد من هذه الميزة إلا إذا كنت تتأكد هل فعلا الميزة موجودة أو لا كيف أعرف إذا كان يدعم FX512؟ الإجابة بسيطة جدا حتى لو ما عندك الجهاز بي ذلك كل اللي تحتاجه هو اسم المعالج خليني أعطيك مثال بشكل مباشر نقول أن أكشف لابتوب بمواصفات ممتازة وفي معالج باسم i71065G7 الخطوة الأولى أن نروح إلى جوجل ورح نكتب i71065G7 هذه الحركة توصلك مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمعالج في موقع انتل ندخل على الصفحة وتنزل تحت ستجد قسم باسم Advanced Technology أو خيارات متقدمة عن هذا المعالج في سطر محدد باسم تعليمات المعالج أو Destruction راح تلاحظ أن التعليمات مكتوبة بالشكل الواضح أمامك يعني دعم رسمي لـ AVX512 لكن إذا دخلت وما شفت أي شيء من ناحية كلمة AVX512 فهنا نقول بكل وضوح المعالج ما يدعمها حتى لو كان قوي في أشياء أخرى لازم ننتبه إلى نقطة مهمة جدا والكثير يقفل عنها حتى لو المعالج يدعم AVX512 تظل في حالة واحدة ممكن تخليك تفقد هذه الميزة تحديث البيوص نعم بالضبط بعض اللوحات الأم أو الماذربورد خصوصا معالجات انتل من الجيل 12 حتى لو كانت تدعم AVX512 في البداية فانتل أجبرت الشركات أنها تشيل هذه الميزة من البيوصات الجديدة واللي يحدث بيوص حديث تفقد الميزة نهائيا وهذا الشيء يصير غالبا في معالجات الجيل 12 واللي فيها أنوية الكفاءة وأنوية الأداء وحتى لو عطلتها مع الترجع تشتغل للـ AVX512 مهما فعلت بعد ما عرفنا وضع معالجات انتل مع دعم الـ AVX512 السؤال المهم الآن ما هو وضع أو ما هو الوضع مع معالجات AMD في البداية مهم نعرف أن معالجات الـ Ryzen من AMD لم تبدأ تدعم الـ AVX512 إلا من جيل زين 4 يعني مع الـ Ryzen 7000 المعالجات اللي قبلها مثل Ryzen 5000 لا يوجد فيها أي دعم للـ AVX512 نهائيا معالجات Ryzen 7000 اللي تيجي بمعمارية زين 4 مثل 7900X أو 7950X تدعم AVX512 بشكل رسمي لكن في نقطة مهمة جدا وهي أن AMD تستخدم طريقة تسمى Double Bump يعني بدل ما يشغلون التعليمات بشكل مباشر على 512 Bit يتم تنفيذها عن طريق 2256 Bit تشتغل مع بعض في نفس الوقت طيب ما هو الفرق؟ الفرق ببساطة أنه رغم أن الدعم موجود في زين 4 لكنه راح يكون بأداء جيد وليس بأعلى كفاءة ممكنة مثل التنفيذ الكامل المباشر أما جيل زين 5 واللي يتمثل في Ryzen 9000 فهنا الوضع تغير بشكل كبير AMD حسنت البنية وصار عندها دعم AVX512 كامل ومباشر على بيبلاين 512 النتيجة أداء أقوى وأفضل بكثير في المحاكيات والبرامج الفقيلة لكن كيف تعرف إذا كان معالج AMD اللي تبغى تشتري بدعم AVX512 بنفس الطريقة اللي سويناها مع أنتل بالضبط مثلا نكتب Ryzen 7950X ثم الموقع ورح تطلع النتيجة في صفحة المعالج الرسمية في موقع AMD نضغط على عرض الكل وبنشوف قسم باسم Instruction إذا لقيت مكتوب AVX512 معناته أن الدعم رسمي ومؤكد من الAMD لكن لو ما شفت الـ AVX512 فمعنى ما في دعم نهائيا كم عدد الأنوية والمسارات التي تحتاجها فعليا لتشغيل ألعب PlayStation 3 على المحاكي؟ بحسب ما ورد في هذه المستندات أداء المحاكي يعتمد بشكل رئيسي على قوة أداء النوال واحدة Single Core Performance وعدد الأنوية والمسارات المتاحة اللي هي Core Threads خصوصا مع الألعاب الثقيلة والمعقدة ما هو العدد المثالي للأنوية والمسارات؟ للحد الأدنى المقبول خلونا نقول معالج يحتوي على أربع أنوية وثمان مسارات معالجة قادرة على تشغيل العديد من الألعاب البسيطة إلى المتوسطة مع بعض التعديلات في الاعدادات أما من ناحية الأداء الأداء المتوسط المثالي يوصى بمعالج يحتوي على ستة أنوية واثنى عشر مسار مما يسمح بتشغيل الغالبية العظمى من الألعاب بمستوى أداء جيد جدا أما للأداء الاحترافي أو العالي لازم المعالج يحتوي على ثمان أنوية وستة عشر مسار أو أكثر لأنه راح يضمن لك تشغيل الألعاب الثقيلة بثبات عالٍ ودون فقدان للأداء خاصة في المشاهد الأكثر تعقيدا ليش عدد المسارات مهمة؟ العاب بلاستيشين ثري مصمم بطريقة تستغل التعددية العالية في المعالجة بسبب معمارية معالج سيل برثباند انجل حيث تعمل الوحدات الفرعية بشكل مستقل ومتوازي وبالتالي وجود عدد أكبر من المسارات يسمح بتوزيع المهام أو يسمح بتوزيع أفضل للمهام بين أنوية المعالج مما يقلل الاختلاق أو عقل الزجاجة ما يرفع من مستوى استقرار الفريمات كثير من المستخدمين يعتقد أن أهمية المعالج تظهر فقط مع المحاكيات أو برامج العمل الثقيلة لكن الواقع أن حتى الألعاب الحديثة نفسها وخاصة الألعاب التي فيها تفاصيل ضخمة أو جيوش كبيرة مثل توتل وور أو عوالم تفاعلية مثل هيتمان 2 تعتمد بشكل أساسي على قوة وسرعة كل نواة وعدد الأنوية المتوفرة وش يعني هذا الكلام عمليا؟ طبعا بحسب هذا الموقع وموقع انتل الألعاب الاستراتيجية مثل توتل وور لما تزيد عدد الأنوية اللعبة تقدر تعرض لك أكبر عدد من الجنود وشخصيات في نفس الوقت وتتحكم بتفاصيل الذكاء الصناعي والمحاكاة الفيزيائية بدون ما تهبط الفريمات وكل ما كان عندك معالج سريع في النواة الواحدة عمليات مثل الذكاء الصناعي والمسارات المعقدة تصير أسرع وأكثر واقعية نفس الشيء ينطبق مع الألعاب المفتوح مثل هيتمان 2 فكل ما زادت أنوية المعالج زاد عدد الناس والتفاصيل والمؤثرات اللي نشوفها في العالم بل حتى جودة الصوت والمحاكاة الفيزيائية ترتفع مع المعالجات الأقوى فالخلاصة هنا أو الخلاصة العملية إذا كنت مهتم بأداء الألعاب بجانب المحاكيات لا تهمل أبدا قوة المعالج وعدد الأنوية وسرعة كل نواة وكلما رفعت المواصفات التجربة تصير أقرب لما أراده المطور فعليا معالجات الفئات الاقتصادية أو المصممة للأجهزة المحمولة مثل بعض الطرازات مثل Core i3 أو Ryzen 3 لا تملك القوة الكافية لتحمل أعباء المحاكاة ثقيلة هذه المعالجات غالبا ما قد تعاني من اختناقات أداء مما قد يؤدي إلى تهنيك وفقدان مستمر للفريمات لذلك ينصح دائما باختيار معالج مصمم لتحمل الأحمال العالية High Performance CPU إذا كان المعالج ضعيفا فستظل تعاني من مشاكل في سرعة اللعبة وثبات الفريمات ليس بالضرورة أن تحتاج إلى معالج من الفئات العلية لتستمتع بتجربة محاكاة مستقرة مع محاكاة RBCS3 هناك العديد من المعالجات الاقتصادية التي تقدم أداء ممتازا مقابل السعر وتناسب المستخدمين الباحثين عن أفضل توازن بين التكلفة والأداء وبالاعتماد على المستندات التي وضعها المطورين وتجارب المجتمع هذه بعض الخيارات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها AMD Ryzen 5600 معالج سداس النواة يقدم أداء نواة واحدة مناسب لمعظم مكتبة ألعاب PlayStation 3 ويعتبر من أفضل خيارات الاقتصادية حاليا بفضل سعره الجيد مقابل الأداء Intercore i5-12400 معالج سداس النواة من معمارية Elder Lake يتمتع بأداء نواة واحدة ممتازة وكفاهة عالية في استهلاك الطاقة أداءه كافل لتشغيل ألعاب متوسطة إلى الثقيلة بثبات جيد حل اقتصادي ممتاز لمن يبحث عن تشغيل ألعاب بلاستيشن 3 الخفيفة والمتوسطة بثبات جيد هذه بعض النصائح عند اختيار معالج اقتصادي أولاً أكد أن المعالج مبني على معمارية حديثة لما تختار معالج لمحاكل RPCS 3 أهم شيء تتأكد أنه مبني على معماريات حديثة زي Zen 3 أو Elder Lake أو أحدث لأن المعمارية الحديثة تقدم قوة أكبر لكل نواة وتدعم تقنيات حديثة وهذا ضروري عشان تقدر تحاكي جهاز معقد مثل بلاستيشن 3 بكفاءة لا تعتمد فقط على عدد الأنوية بل تحقق بقوة أداء النواة الواحدة وسرعة التردد الأساسي لا يقرق عدد الأنوية الأهم أن كل نواة تكون قوية وسريعة لأن المحاكي يعتمد على أنه ينفذ تعليمات معقدة بسرعة مو بس يوزع لحمال الأنوية كثيرة كلما كانت المسارات أكثر كانت تجربة المحاكية أكثر استقراراً وجودة المسارات مهمة لأنها تساعد المعالج يتعامل مع أكثر من مهمة بنفس الوقت لكن الشرط الأساسي أن المسارات تكون مبنية على أنوية قوية كلما كان عندك أكثر مسارات مدعومة بأنوية قوية كلما كانت تجربة المحاكية أنعم واستقرار الألعاب أفضل في نهاية هذا الجزء فهمنا معاً العوامل الحقيقية التي تصنع الفارق في تجربة محاكية بلاستيشن 3 أبرى محاكية RBCS 3 تعلمنا أهمية اختيار معالج بمعمارية حديثة ضرورة التركيز على أداء النواة الواحدة بدل الاعتماد على عدد الأنوية تأثير عدد المسارات على استقرار الأداء مع المحاكية في الجزء الثالث والأخير رح ندرس معاً الألعاب الثقيلة والمتطلبة مثل God of War, Ascension أو God of War 3 The Last of Us والردد ونحلل من يكسر ظهرك فعلياً بنتعلم كيف نضبط الأعدادات في المحاكية بشكل مثالي للحصول على أفضل أداء ممكن الفولكن، تردد النواة، كسر السرعة والتعديلات الذكية وأخيراً بتناقش مستقبل المحاكية وكيف معالجات الجيلة الشديد بتغيق قواعد اللعبة تماماً فخلك جاهز المفاجأة الجاية بتكون أهم جزء إذا كنت فعلاً تبغى تشغل ألعاب PlayStation 3 أفضل شكل ممكن نشوفكم في الجزء الثالث إن شاء الله سمنياتي لكم بالتوفيق في أمان الله